تمام زيادة عدد الحكام في الفترة الاخير انتو زودتوا عدد الحكام اللي بيعودوا في المباراة صح كده الاتحاد الدولي اه يعني هو فيه حدد محدد اه الزيادة دي حضرتك بتشوف انها في صالح اللعبة ولا لأ يعني مع التجربة بقى طبوسي هو الاتحاد الدولي محدد عدد الحكام لكل واحد وكل واحد يدور بس هو محدد حد قدنى ومحدد حد اقصى صحيح كل ما انا وصلت للحد الاقصى كل ما انا وصلت للحد الاقصى كل ما كان ده في صالح اللعبة وفي صالح المباراة يعني اما اما خلي حكام واحد قاعد ماسك الاربعة وعشرين ثانية بس هو هيبقى قاعد مركز الاربعة وعشرين ثانية بس طبعا غيرا ما خليه ماسك يبقى ماسك الاربعة وعشرين ثانية والطايم وماسك الاتنين اه هيبقى ماسك الاتنين سوء انصور بشري بس واحد غريبتك اتنين. صحيح. فانا كل ما بوصل للحد الاقصى. كل ما كان احسن في خدمة اللعبة طبعا. وفي خدمة. صحيح. ماذا احنا هنا في مصر فيه حاجات كتير بتتحكم في الموضوع. يعني فيه حاجات كتير بتتحكم في الموضوع. عدد الحكام. عدد المباريات. احنا عدنا برضو عدد المركي كبير جدا. كتير. فما قدرش احط الحد الاقصى لكل مباريات. بصبت. ممكن ملاقيش اصلا حكام. ملاقيش. ما يكفيش. ساعات بقى فيه مطشات مش مستهلة. اه. وفيه مطشات حساسة. طبعا. يعني يعني احنا برضو يعني عايز اقولك على حاجة برضو احنا. مطشات اللي فيها عندية جماهيرية بتكون حساسة عنها. لأ عايز اقولك على حاجة برضو احنا يعني الاخطاء اللي بتحصل ديا. او الاحداث اللي بتحصل دي. اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها دي. خذي بالك ده احنا كلنا بنتعلم منه. طبعا. حتحنا كالتحاج. طبعا. يعني خلاص احنا خدنا بالنا ان في المطشاط الكبيرة اللي زي دي التقيلة ننزل بحكام كلهم كبار وتقال الحكام اللي ضع على الترابيزة لازم يبقوا كبار كبار نادي الزمالك مش ياسر بس مش احمد ياسر بس نادي الزمالك كله بلعيبة نادي الزمالك كلها انا متأكد انها اخدت درس قوي جدا من اللي حصل ومش احمد ياسر ده كل اللعيبة هياخدوا بالهم كل عيبة ناصر احنا ما بندفعش عن الفعل الخطأ انا بقولك الولد على المستوى الشخصي انا استضافته مرتين ولد في منتعى الجمال والرباية والهدوء العظيم زي والده الاحداث دي بتعلم الناس كلها حتى اعلم